السلام عليكم و اهلا بكم مع درس جديد من دروس الصف الرابع لفتاك ترسلنا النهاردة عن الكلام عن relation between two straight lines and geometric constructions قبل من نبتئي درس النهاردة هل نراجع مع بعض بعض النقط اللي كنا بنتكلم فيها في grade 3 فأول حاجة اخدناها كنا بنتكلم عن the straight line يعني ايه كلمة straight line كنا بنقول عندنا ده عبارة عن خط has no starting point and no end point يعني ما دوش عندنا لا نقطة بيبتدي من عندها ولا نقطة بينتيه عندها اللين ده بيكون extended from the two side بيمتد عندنا من اليمين وبيمتد من الشمال فعشان هو ما دوش start ولا low end so we can't measure it ما نقدرش ان احنا نقيس اللين ده وكنا بنكتبه في صورة AB بالشكل ده وفوق منه علامة line segment او BA كيبانا لو كتبت AB او BA اللي اتنين ما فيش فرق ما بينه بعد كده اتكلمنا عن الري الري قولنا عبارة عن part of a straight line has starting point and no end point هو عبارة عن جزء من the straight line لو starting point بس ملوش end point طيب it's start from the point x and go in the direction of y هو بيبدأ عندنا من ال x وبيتحرك في اتجاه ال y عشان كده لما نيجي نكتبه لازم نبدأ عندنا بال starting point اللي هي ال x ونتحرك في اتجاه ال y لازم يبدأ عندنا starting point هنا من فوق ال x والسهم يكون عندنا من فوق ال y طيب ينفع كتبوا y x قال لي لا لان الكلام ده معناه ان هو starting from y and go in the direction of x يبقى انا عندي الفرق ما بين ال straight line it's extended from the two sides بيمتد عندنا من الطرفين انما الري بيمتد من طرف واحد the part of a straight line it's extended from only one part معناه ان انا عندي has starting point and no end point طيب كنا في ال straight line للو start ولا لو end so we can't measure it في الري برضو نفس الكلام انا عندي هنا starting point بس ما عنديش end طيب ما عنديش end يبقى we can't measure it ما نقدرش نقاسه طيب ايه اللي نقدر نقاسها line segment line segment has starting point and has end point عندنا هنا starting point اللي هي ال l والend point اللي هي الم يبقى has starting point and end point طيب ما له starting point and end point so we can't measure it وبنقول له هنا lm اللي هي the length of the line segment lm is equal to 3 cm بنستخدم الرولر عشان نقاسه ونجوف اللينث بتاعنا بكالب بعد كده اتكلمنا عن الانجل وقلنا ايه هي الانجل الانجل دي two rays has the same starting point two rays with the same starting point الرأي الاول عندنا اللي هو اسمه a b والرأي التاني اللي هو اسمه a c اللي اتنين دول has starting point اللي هي ال a طيب ال starting point اسمها ايه اسمها ال vertex طيب والtwo rays دول اسمهم the two sides of the angle يبقى عندي ال a اسمها ال vertex اللي هي ال starting point so the starting point is called the vertex the starting point is called the vertex of the angle and the two rays are called the side of the angle الرأي اللي موجودة عندنا هنا اللي هو a b and a c اللي اتنين دول اسمهم the side of the angle طيب تعال نشوفها عندنا هنا نقدر نسمي ال angle دي لازم كنا نكتب ال vertex في النص وكنا نقدر نسميها c a b او نبدأ من ال b b a c انا شرط عندي ان ال vertex لازم تكتب في النص ونقدر نسميها angle a يبقى نقدر نسمي ال angle دي اسمها angle c a b او b a c او angle a يبقى اتكلمنا عن ال angle وقلنا ان هما two rays with the same starting point ال starting point اسمها ال vertex of the angle وال two rays كل واحد منهم اسمه side of the angle طيب وكنا اتكلمنا على اسم ال angle اتفاقنا لازم اكتب ال vertex في النص فقلنا اسمها c a b او b a c or angle a يبقى ان عندنا ال angle دي لها تلت اسمها كنا بنقول عندنا ان احنا بنستخدم ال protractor to measure the angle التول اللي احنا بنستخدمها اسمها ال protractor طيب ال protractor دي وكنا عندنا ال unit ال unit of measuring angle كان اسمها degree كانت العلمة دي كده وكنا بنقول degree فكنا بنقول مثلا ال angle دي لو فرضنا ان هي 40 فكنا بنقول ان هي اسمها 40 degrees طيب ال degree دي بتحدد لنا ايه بتحدد لنا type of the angle طيب ايه هو بق type of the angle type of the angle عندي اربع انواع اول نوع عندنا اسمه acute angle الاكتوة انجل دي عبارة عن ايه عبارة عن angle it's measure greater than zero and less than 90 degrees ال angle دي بتكون اكبر من zero واصغر من 90 يبقى الاكتوة انجل it's measure more than zero and less than 90 تاني نوع عندنا من ال angle كنا بنقول right angle طيب ال right angle دي عبارة عن ايه عبارة عن angle it's measure is equal to 90 degrees طيب تنفع تبقى 91 لأ طيب تنفع تبقى 89 لأ ال right angle لازم تكون ب90 دي جري طيب الاكتوة انجل اي نمبر اكبر من zero واصغر من 90 طيب يبقى ان عندي هنا الثالث نوع عندي اسمه الاكتوة انجل طيب الاكتوة انجل طيب الاكتوة انجل دي عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايه انجل it's measure greater than 90 and less than 180 اي انجل يكون المجر فيها اكبر من 90 واصغر من 100 يبقى انا لغاية دلوقتي انا لغاية نوع عندي اللي هو الاكتوة انجل الاكتوة انجل دي بتكون اكبر من 90 واصغر من 180 اخر نوع عندي اسمه straight angle وبيكون 180 دي جري يبقى عندي ايه انجل لهم measure محدد اللي هم ال right والstraight ال right بتكون 90 دي جري والstraight انجل بتكون 180 دي جري انما الاكتوة انجل والاكتوة انجل الاكتوة انجل بيكون more than zero and less than 90 الاكتوة اي نمبر بيكون more than 90 and less than 180 طيب تعال نبدأ في ترس النهاردة ونبدأ اول relation ما بين the two lines اول relation عندنا ما بين the two lines اسمها two intersecting lines two intersecting lines يعني بتكون two lines مرسومين بالشكل ده وبيتقابلوا مع بعض في point واحدة هنلاحظ عندنا ان هما بيعملوا letter زي letter x كده طيب two lines دول اسمهم intersecting line فنقدر نقول عندنا line AB and the line CD are two intersecting lines line AB مع line CD are two intersecting lines طيب اللي اتنين عملوا intersection زي ما احنا قلنا في point واحدة طيب الpoint دي اسمها ايه؟ يبقى الpoint اللي بيعملوا فهي intersection اسمها intersection point أو point of intersection طيب ناخد بالنا من حاجة مهمة مع بعض اننا عندي two lines دول لما عملوا intersection نكونوا four angles that's the angle number one two three and four طيب الfour angles دول كانوا ايه؟ طيب نشوف angle one كانت acute angle و two كانت obtuse و three كانت acute angle و four كانت obtuse angle يبقى عندي if two lines intersect at one point then we have four angles two acute angle and two obtuse angle اول angle عندي اسمها angle A, M, C ودي obtuse تاني angle عندي اسمها C, M, B ودي acute اللي بعد كده B, M, D رابع angle عندي اسمها D, M, A يبقى عندي دلوقتي four angles بيكون two acute angle و two obtuse angle كلام ده بيحصل فين؟ لو انا كان عندي intersecting lines two lines intersecting at one point طيب دي كانت اول relation معانا نشوف تاني relation تاني relation بيقول عندنا اسمها two perpendicular lines perpendicular هتلاقي عندك الانجل بالشكل ده الانجل دي نوع ايه؟ او دي نوع right angle طيب تعال نشوف two perpendicular line نقدر نقول ان line A, B and the line C, D intersect at one point بس بيعملوا intersection عندي في four right angles لانا عندي one two, three, four انا كده عندي four angles الفور angle دول بيكونوا right angle الفور بيكونوا right angles يبقى ايه two lines intersecting at one point and forming four right angle then we can say that the two lines are perpendicular يبقى لو two lines عملوا intersection for point واحدة بس وكان الرزلت اللي بيطلع عندي four right angle يبقى ايه دلوقتي عندي two perpendicular lines يبقى ايه دلوقتي عندي two perpendicular lines ايه دلوقتي عندي four right angles يبقى اسموهم perpendicular او orthogonal طب علامة البربنديكلر هي دي علامة البربنديكلر بتكون تيه مقلوبة ايه دلوقتي عندي اخر relation عندي اسمها parallel lines parallel lines يعني معناها خطين will never intersect مش هيتقابلوا مع بعض ابدا يبقى نقدر نقول ان line a b and the line c d have no common point مفيش اي point مشتركة مبينهم لانهم مش هيتقابلوا مع بعض ابدا لو مفيش intersection point مبينهم يعني معنا كده مش بيكونوا ولا angle في الانترسكشن كان بيكونوا four angles اثنين acute واثنين obvious في البربنديكلر كان بيكونوا four angles والfour angles بيكونوا right angle انما الparallel ما بيكونوش اي angles ما بينهم نقدر نكتبها بصورة ان a b and c d are two parallel lines طب لو حد فاكر كنا بنقول العلامة دي علامة البربنديكلر طب هو في علامة للparallel اه في علامة للparallel العلامة دي اسمها parallel يبقى الخطين اللي جنب بعضه اسمهم parallel الت المقلومة دي اسمها البربنديكلر طب نقدر نكتبها ازاي نقدر نقول ان a b is parallel to c d أو c d is parallel to a b وبنكتبها بالصورة اللي موجودة قدامنا البربنديكلر يبقى لو ما بيتقابلوا مع بعض في point مشتركة ما بينهم يبقى اسمهم intersection أو perpendicular طب لو ما بيتقابلوش مع بعض اسمهم parallel يبقى أنه دلوقتي يبقى عندي حالتين يبقى إما الاتنين بيتقابلوا مع بعض أو ما بيتقابلوش في حالة نهما يكونوا بيتقابلوا حاجة اسمها intersection أو perpendicular طب إيه الفرق ما بين دي وإيه الفرق ما بين دي في حالة الانترسكشن هتلاقيها عاملة letter x وبيكون عندي two acute angle و two obtuse في حالة البربنديكلر هتلاقيها عاملة زي البلوس وبيكون عندي four right angles طب الحالة دي عاملة زي letter x فيسمهم intersecting lines أو عاملين intersection طيب نشوف مع بعض اللي بعدها قال العلامة اللي بعدها زي البلوس يتقابلوا مع بعض في point واحدة اسمها perpendicular أو orthogonal طيب اللي بعدها عندنا هنا two lines أو الاتنين دول مش هتقابلوا مع بعض حتى لو أنا مديت ال line كده مديت الاتنين مع بعض من الطرفين فمش هتقابلوا مع بعض اسمها parallel lines يبقى لو بيتقابلوا مع بعض في point واحدة ايما اسمها intersection أو perpendicular ما بيتقابلوش مع بعض اسمها parallel طيب السؤال اللي بعده هم ما فيش point وا intersection ما بينهم بس تعال ناخد بالنا ما احنا اتفقنا ان line ده has no start and no end يعني لو طولت line ده وطولت line ده شوية هلاقيهم بيتقابلوا مع بعض في point line ما بيقافش عندنا لغاية هنا لا ده الساهم ده معنا ان هو مكمل فطالما تقابلوا مع بعض في point اسمها intersecting lines طيب نشوف اللي بعده اه لو خدت بالك ان انت لو طولت ده شوية هلاقيها عملت علامة plus اللي هي right angle طيب نشوف مع بعض فكرة تانية بيقولنها choose the correct answer بيقولنها any two straight line that they will never intersect اي two lines will never intersect مش هيتقابلوا مع بعض اي two lines will never intersect اللي هم بيكونوا بالشكل ده الشكل ده اللي هو اسمه ايه اسمه parallel lines يبقى any two lines will never intersect are called parallel lines any two lines intersect at point and make full right angle او انت بتقول لي ايه full right طيب ما احنا اتفقنا طيب ما هيعملوا intersection مع بعض اما بيكون letter x او علامة plus علامة plus اللي بيكون فيها right angle كان اسمها perpendicular يبقى two lines are perpendicular the two intersecting line intersect at او ان لو عندي two lines بيعملوا intersection بيعملوا intersection for one point ولا two points ولا zero point لأنا عارف ان the two lines لما بيترسموا مع بعض بيعملوا intersection فين for only one point اي two lines احنا نرسمهم عشان يعملوا intersection بيعملوا intersection for one point بس the two parallel lines intersect at اللي او انا عندي هنا two parallel lines بتبطعنا نرسمهم two parallel lines ما انا عارف ان دول they will never intersect واحنا لسه عالين never intersect يعني ما بيعملوش اي intersection يعني بيعملوا intersection for two point ولا zero point ولا one point ما احنا قلنا ان هما never intersect never intersect يعني zero point ما بيتقبلوش مع بعض اي point يبقى لو two intersecting lines سواء اذا كانوا intersection او perpendicular بيعملوا intersect at one point انما لو parallel line بيعملوا intersection at zero point the two intersecting lines make how many angles اي two line بيعملوا intersection سواء اذا كانوا intersecting او perpendicular بيعملوا four angles يعني لو كان عندي intersecting lines بالشكل ده بيعملوا four angles one two three four حتى لو كانوا perpendicular حتى لو كانوا perpendicular one two three four يبقى the two intersecting lines make four angles two lines اللي بيعملوا intersection بيعملوا four angles هما لايه الفرق ما بينهم في الانترسكشن بيعملوا two acute and two obtuse انما في الorthogonal او perpendicular بيعملوا four right angle if one angle at the intersection point of two lines is acute اه احنا اتفقنا لو كان عندي angle واحدة بأكيوت يعني معنى كده ان two lines دول ايه perpendicular ولا intersecting ولا parallel طالما عملوا angle يبقى not parallel خلاص لان عارف في الparallel ما بيعملوش اي angles يبقى حاجة من الاثنين هي perpendicular يعملوا intersecting and not perpendicular بايه الفرق ما بينهم هاتفقنا ان ال perpendicular four right angles انما ال intersecting and not perpendicular بيكون two acute angles و two obtuse angles يبقى عندي هنا if one of the angle is acute يبقى معنى كده ان هما intersecting and not perpendicular if one of the angle is obtuse يبقى intersecting and not perpendicular if one of the angle is right يعني معنى ان هما perpendicular if one angle of the intersection between the two lines is right احنا لسه إلينا لو كان عندي الانجل دي كانت right يبقى automatic عارف ان هما perpendicular نشوف مع بعض فكرة تانية في السؤال اللي قدامنا ده بيقولنا complete اول حاجة بيقولنا ab and bc ab and bc او الاثنين دول عملوا intersection for point 1 وعملين مع بعض perpendicular right angle بعدها بيقول لي ab and yz ab and yz او الاثنين دول لو انا حتى مدتهم will never intersect will never intersect يعني parallel lines xy and bc xy and bc ال lines دي لو انا طولتها هلا ايهم parallel lines لان هما مش هيتقابلوا مع بعض ay intersect bz at the point ay intersect bz at the point لو انا طولت الاثنين دولوا مع بعض هلا ايهم بيعملوا intersection for points مع ايه؟ في points مع c yc فين ال yc add yc intersect مع ال bx طب ما انا محتاجة طول ده ومحتاجة طول ده هطول ده كده لفوق ونطول ال yc الناحية التانية فهلا ايهم اللي اتنين عملوا intersection فين عند ال point a تعال نشوف مع بعض فكرة جديدة بيقول لنا هنا ادروقة perpendicular from a point belong to the straight line ازاي ان احنا نرسم perpendicular لو انا عندي line بالشكل ده واعاوز ارسم من عندي ال point c perpendicular اول طول بنحتاجها محتاجين الرولر اللي عندنا بنيجي بنحط الرولر بتاعتنا على ال line اللي احنا عاوزين نرسم من عليه ال perpendicular يبقى انا كلنا بعمله بنحط الرولر عندنا على line a b ونثبتها بعد كده بنستخدم عندنا المثلث المثلث ده اللي هو اسمه set square نلف المثلث بتاعنا بحيث ان يكون عندنا ال right angle اللي موجودة دي موجودة بالزبط على المسطرة يبقى انا بلف عندي هنا بالزبط لغاية لما تكون عند المسطرة وبثبتها عليها طيب بنبدأ نثبت ازاي؟ انت لو بتكتب بايدك اليمين هتبدأ ان انت تثبت المسطرة بايدك اليمين احنا هنبدأ باليد اللي احنا بنكتب به لو بتكتب بايدك الشمال هتثبت المسطرة بايدك الشمال يبقى انا عندي هنا ثبت المسطرة بايد اليمين وهبدأ احرك المثلث اللي عندي او set square بايد الشمال وبكده نكون رسمنا from the point belong to the line نقول تاني مع بعض ونشوف عملنا هي انا جبت عندي المسطرة وسبتها بايد اليمين عند اللاين وبايد الشمال بدأت احرك المثلث او set square اللي موجود عندي المثلث ده اسمه set square بابدأ احركه بايد الشمال لغاية لما بوصل لللاين مجرد ما وصلت لللاين ثبته وانا لسه ماسكه بايد الشمال وابدأ اشيل ايدي اليمين وارسم اللاين بايد اليمين عندي ده الكلام ده لو انا بكتب بايد اليمين لو بعمل بايد الشمال باعكس العمل ايه هسبت المسطرة بايد الشمال احرك set square بايد اليمين مجرد ما ثبته بابدأ اشيل ايدي الشمال من المسطرة وارسم اللاين يبقى كده اتعلمنا ازاي نرسم perpendicular from a point belong to the line في السؤال اللي بعده بيقولنا ازاي نرسم perpendicular from a point not belongs to the line ازاي نرسم نفس التورز اللي استخدمتها في الفكرة اللي فاتت هارجع استخدمها تاني بنفس الطريقة بنجيب الرولر بدعتنا ونثبتها عند اللاين بعد ما ثبتنا الرولر بنجيب set square ونلفه بحيث ان يكون الright angle هي اللي موجودة فين موجودة عند المسطرة ازاي ما اتفقنا لو انا بكتب بايد اليمين ثبتت المسطرة بايد اليمين وبايد الشمال بدأ تحرك set square لغاية لما وصل للبوينت بعد ما وصلت للبوينت ثبت الset square عندي بايد الشمال وشلت ايدي اليمين على المسطرة ومسكنا القلم وبدأنا ان احنا نرسم يبقى كده انا رسمت perpendicular line from a point not belongs to the straight line في الفكرة دي مطلوب مني ان انا ارسم طيب تعال نشوف التولز اللي احنا نستخدمه نفس الكلام محتاج استخدم المسطرة والset square في المرة اللي فاتت لما كنت بحيب برسم perpendicular كنت بثبت المسطرة عند line وابدأ احرك set square لا المرة دي الموضوع مختلف شوية المرة دي انا هبدأ اثبت ال set square هو اللي على line ثبتنا ال set square بعد ما ثبتته هبدأ اجيبي المسطرة المرة دي وحركها بحيث ان انا احطها جنب ال set square يبقى اول خطنا وعملناها بايدنا الشمال ثبتنا ال set square عندي عند line بالايدي اليمين بدأت اثبت المسطرة على الطرف التاني الطرف الطويل عندي ال set square ده انا بستخدموش انا بستخدم ال sides اللي عامليني ال right angle دول اللي انا بستخدمهم في الحالتين نبدأ نثبت المسطرة وبعد كده ابدأ احرك بايدي الشمال ال set square فوق لغاية لما اوصل للبوينت مجرد ما وصلت للبوينت ثبتنا ال set square جامد بايدنا الشمال سبنا ادينا اليمين من على المسطرة ومسكنا الالم ورسمنا ال line كده يبقى احنا رسمنا parallel line from the point C to the line AB رسمنا من عند C parallel line لل AB